إذن كما قلنا في بداية العدد الكذب المرضي التوهم وتصديق لما هو غير موجود الأسباب الأعراض سنتعرف عليها مع أخصائي نفسية اللي حاضر معنا فيها أصباح حياة صبري خليني نقولها صباح الأنوار صباح النوار مرحبا بك سيدة صبري إفلاطوا أشروق مورنينج من جديد في كل عدد ناقشوا مواضيع مختلفات تهم الجزائريين وتهم الشباب وتهم الجميع موضوعنا لنهار اليوم هو الكذب المرضي بداية وشنه هو الكذب المرضي؟ وكتاش نقدره نقوله على إنسان أنه مريض بالكذب بيانسور الكذب المرضي أو الميتوموني أو المنصوج باتولوجيك هنا هو عبارة عن سلوك قهري يدفع الشخص بأنه لا يكون على دراية بأنه يكذب أو لا يدري بأنه في حالة كذب يكذب بطريقة غير مباشرة ولا بلا ما يحسه هو هنا السلوكات دياله والأفكار دياله تكون غير باتينية كذلك ما يقدرش يقول لك بالإراني نكذب نقدر نقول له هو في تشخيص الإثارة بالنفسه هنا يكون عنده مشكلة في الحصيلة اللغوية لديه ولكن سمحيلي فقط سيدة صبري نحن في المجتمع نقول له هذا الإنسان كذب ولكن نقول له نحن الإنسان نحاول معه أنه يعترف بالكذب ولكن في الحقيقة هو الجامع ما يعترف لك هل هو يعني إرادته وما يحبش يعترف بأنه يكذب ولا ما على بل هو يكذب بلا ما يحس نحن تشخيصهم بعدنا نهضروا عليه ما في تشخيص تعنا كان المرضى أو المصطربين اللي ما يحبوش يعترفوا بالكذب ديالهم كان اللي يحبو يعترفوا يقول لك أنا إنسان نكذب بزاف وإنسان كذب بسحة إذا تقدر تساعدني باش نقدر نتخلص من هذا الإثارة دونك بسحة يجيني غالما والمرض الكذيبي ما يكونش عندهم دراية ما يكونش عنده وعي ما يكونش عندهم وعي طبعا يعني يختلق الحدث ولو يأمنه طبعا هو غير قادر على استخراج التصرفات دياله طبيعية تصرفات دياله طبيعية يكون دائما تكون مزيفة في هذه الحالة يقول لك أنا يا راني إنسان ما نكذبش ولا هو ما يقصدش الشخص اللي راح يكذب عليه ولا اللحظة اللي راح يكذب فيها طيب احنا نعرفوا أنه الناس اللي عندها هذ المشكل والهذا المرض يكون معهم كبر معهم يعني ناس بزاف في الحياة نعرفهم في يومياتنا أنه منين كانوا هما يكذبوا لعندهم هذا المشكل هل هذا المرض يكبر مع الإنسان منذ الصغر ولا يقدر يتعرض له أي إنسان لم يكن كبير زيما هكذا إنسان مراهق أو فجيح حالة الكذب المرضي طبعا هي تختلف على حساب الأسباب أسباب المرض الكذيبي وكذلك على حساب الشخصيات هنا عندنا دايما إفتيرابات أو شخصيات مرتبطة مع الكذب المرضي طبعا دوكن شخصه لعدنا الأسباب مدى بينا نعرفه الأسباب الرئيسية اللي يكون وراها هذا المرض طبعا أولا المرضى الكذيبين أو المرضى الكذيبي تكون عنده أفكار ثابتة ومتكررة بإمكانك الأفكار دياله في الكذب لقها تولتون تثبت أو العكس على ذلك تكون عنده قصة صغيرة حقيقية أو غير مستمرة وهمية وهمية لأنه يسعب رواية نفس القصة لأنك العكس دايما تكون ديالها ثاني حاجة نقدر نقوله باللي الحاجة إلى تلبية تغيير أو القدرة على الكذب القدرة على استقبال الكذب أو الظاهرة الكذبية هذيك بس كي ما يجيب له أدلة تقوله أملك الأدلة بلين ترك إنسان كذب يقول لك نو ما كاش منها بس كي هو رو عيش خياله لواقع آخر وانك هو ما يشوف الواقع دياله لراه عيشه يحب يظهر كإنسان يحب يظهر كإنسان بطل أو إنسان ضحية ضحية طبعا أنا بش يكسب تعاطف الإحترام تالآخرين وتوجه تلقى يصدق الكذب دياله يصدق نفسه بزاف نقدره نقوله بين قوسين عنده ثيقة في النفس طيب هل نقدره نقوله على طفل صغير أنه عنده كذب مرضي ولا طفل ما نقدرهش نشخصه ونوصله للمرحلة أنه مريض بلكدو في الطفل هنا تكون عنصر من بين أسباب الكذب المرضي اللي هي التنشئة الأسرية التنشئة الأسرية إذا كان عدم قدرة الآباء أو الأولياء على احتواء أبنائهم أو عندهم هذك ينتقدوهم بزاف أو عندهم هذك يعقبوهم بشدة عقب مبالغ فيه هنا يقوم بفكرة تزيين نفسه بشي يقول لي إبن هو الأفضل بشي يقول لي حسروحوا بلي رو طفل مميز ما بين الأسرة دياله كان كذلك كسب التعاطف كسب التعاطف هذا العنصر جد مهم هنا يكون الشخص معرض للتحقير الذاتي والأذى النفسي أو الجسدي وشي دير يتم استبدال الأفكار دياله أو الإهانة التي تعرض لها الجسدية والنفسية بالكاذب عدنا كذلك خلل في المواد الكيميائية في الدماغ هي عنصر جد مهم آه يقدر يكون مرض غضوي طبعا يقدر يكون مرض غضوي خلل في المواد الكيميائية في الدماغ هذي وشيكون عنده هنا نسبة المياه البيضاء في الدماغ طفيفة دونك مش تخليه تخليه يكون عنده مشكل في التشكيل الدماغي للإنسان عدنا كذلك الأولياء أو العامل البيولوجي اللي هي الأولياء أو العامل الوراثي طبعا إنسان أو مارض تلقى الأباء دياله أو الأم دياله واحد من الأب طبعا واحد من الأولياء دياله تلقاه بالإنسان عنده إثارة بنفسي أو عقلي ما هذا ما دايما من بين أسباب المرض الكذيبي عدنا كذلك الخالة العسابي اللي هو عامل كذلك جد مهم لك هنا يكون عدنا مشكلة في الجهاز العسابي المركزي باركزامل المرضى اللي يكونوا يتعرضون للسارع اللي يكون عندهم تشتت في الانتيبة أو اللي يتعرضوا الحادث اللي كان عندهم نازف على مستوى المخ أو إصابة في الرأس هذو ما كذلك تلقاه معرضة للكذب كذب غير إرادي يعني يقولوا كذب غير مباشر طيب في حالة الطفل نروحه تدريجيا بالنسبة للطفل أحيانا تشوف يطفل يخترع قصص وهمية ما كشهوله يحاول يكذب بطريقة أو بأخرى فتتكرر العملية عند بعض الأطفال لما تطفل حيسؤالي على الوالدين ديانهم يقول لك لا لا صغير إذا كي يكبر يحبس هذه الأكبر غلطة اللي يديروها الأولياء أنه يتسامحوا معاه في الغلطة الأولى يتساهلوا معاه ويتسامحوا معاه بزاف الغلطة الأولى العامل المهم هنا أنه الأولياء أبوسكو قتلك ما يقدروش يحتوي الأبناء ديالهم هنا يكون عندهم عقاب مبالغ فيه كي كثر عليه العقاب بزاف واللي يعقبوا بزاف ولا الأذى الجسدي يدربوا بزاف ولا ما يقبلش تبريرات على الطفل دياله والطفل دياله يلجأ الكاذب بعد كي يكذب بالي هو على باله وبيل يروي كذب بسحب فويسكو راح يغطي الغلطة دياله الوالي الأم أو الأب يغطي الغلطة دياله يقول لك ما عليش راهو صغير ميكي يكبر أوبليوتا أحن نحوله هذا الأخر ولا ينحيها بلا ما يحس ألوك هي لازم يتحاسب في نفس الغلطة اللي يديرها طيب أحيانا بكل صراحة نشوفه تاني أطفال كما قلوا بالعامية مخصموا له عايشين لبس بهم ولديهم يحبوهم ولكن تلقى عنده هذا المشكل هنا إثتراب نفسي هنا إثتراب نفسي هل يتعالج هذا الإثتراب النفسي؟ طبعا يتعالج الإثتراب النفسي قلت لك يتعالج إثتراب النفسي وبعدنا هدرو على العلاج إذا كان المارض يعترفونه بليروا إنسان يكذب إذا ما كانش يحترفونه هنا ينلجئون وعدنا طرق أخرى لنلجئون لها باش نقدرون نعرفه الإنسان أشكرا ويكذب ولا لا لا صح في هذا الحلولة هذا اللي كان يحكي اللي قلت لها إثتراب نفسي يكون عنده مشكلة في الحصيلة اللغوية لديه ما يقدرش الدوافع دياله تكون من ذاك دوافع مباشرة ومن ذاك دوافع غير مباشرة وكذلك تختلف على حسب إثتراب الشخصية بس كنت إثترابت شخصية لها علاقة بهذا المرض الكذيبي طيب ماذا بينا تعطينا الأعراض المرض الكذيبي مش الكذيب العادي داكو المرض الكذيبي طبعا المرض الكذيبي وكيف نقدره نقوله على هذا الإنسان وصل للمرحلة أنه خلاص هذا مريض طبعا هذه البنود اللي كنت نحكي لهم هم متعلقين بالمرض الكذيبي خصص المرض الكذيبي الميتوموني والمانسونج باتولوجيك هم اللي أكدنا عليهم الأعراض الكذيبي قتلك باركزمبل يتكون عنده أفكار ثابتة ومتكررة القدرة على عدم استيعاب أنه يكذب بالرغم من تقديم الأدلالة ساعة ما تفيقولهم ما تفيقولهم طبعا عندهم الدقة الدقة طبعا عنده تصديق نفسه يصدق روحه بزاف يحب يكسب طاعة طفتاعة الناس يحب يشوف بلي روحه بسكود هنا تكون شخصية ديالة ونقصة يحب يأتري للليجان تسمى هنا علشان يقول لك على حسب إثراب الشخصية تكون عندنا إثراب الشخصية النرجسية إثراب الشخصية الإنفعالية عندنا إثراب الشخصية العدائية لونك هنا كيكون عندنا إثراب في هذا النوع من هذه الشخصية هنا في هذه الحالة رح يكون عنده طيب وشن هو أخطر إضطراب من بين الإثرابات اللي سميت الإثرابات اللي سميتهم لك اللي تخوى وعرين أخطر إثرابات هو إثراب الشخصية النرجسية أول شيء لأنه هنا وش يدير هنا يروح يلعب الدور أنه إنسان ما عندوش ضحية إنسان ضحية باش يشوف أسكو الناس هم يحتاجوا لي ولا لا لا يشوف الرغبات تعالنا بالنسبة لي يحب يزيد يواصل في الكذب ديالي باش يزيد يشوف الحاجة عن الناس إليه عدنا إثراب الشخصية كذلك الإنفعالية وهي اثراب الشخصية الحدية لأنها تكون شديدة الحدية عدنا كذلك إثراب الشخصية العيدائية وهنا يحب يمتلك يكون عنده حبل التأمل يحب قدام من لك يكون عنده حبل يحب الامتلاك وجود يولي يكذب باش يجيب كلا عنده جب انسان ويبعد يشوف هم يقول لك بللي أنا خرجت نتيجة منمورة هذه التصرفات ولا لا لا لك هنا وبعد يتمتع الاستمتاع بالتصرف هذا جميل جدا طيب نروحوا إلى الكبار ولا الناس اللي فاقوا كما قلوا بالعامية روطار ولا فاقوا متأخرا بللي عندهم مرض كذبي ولا إلا ديالهم فاقت بللي هذا الإنسان لازم معالجة هل نقدروا نلحقوا بيها؟ هل نقدروا نعالجوه ولا فات الوقت؟ طبعا نقدروا نعالجوه نقدروا نعالجوه هما جنيغالما ماajo智رفوها الصرف المبقى بالإفتيرابات العقلية لا نظرة للي وجوجه تشابه تشابه هما بين الأعراض omas كثافة علاجية نفسية مو كثافة بش نقدره نعرفه في هذلك كيفش نقدره نعرفه ونقدره نصق سيوة أسكرة وحب يتعالج من هذي الاثطيراب إذا كان عنده القدرة أو الطاقة بشي تعالج من هذك الاثطيراب نقدره نلحقه الحل إذا ما كانش حب وما تعرف لكش بلي هو إنسان كذب دنك في هذ الحلة رح نلتج الأسرة دياله أو الأصدقاء دياله أو الموحد دياله عامة طيب سؤال وصلنا من المتفاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي قلت معنا بلي الشاشة للأطفال الصغار أولا لدي صانيبي للأطفال الصغار تصيب بالتوحد فهل حقيقة الشاشة عندها أمراض أخرى وهل يمكن للطفل أنه يصبح يتخايل لما يشاهد الشاشة بكثرة طبعا ديجحنا أول عامل توجو كي جو حدنا الآباء لبارون يقول لك عندي مشكلة عنده وليدي ولي عنده مشكلة نشوفه دايما جابد روح ولا ما يحبش يتخالط مع الناس أو مع الأسرة الحاجة الليولة نسخ سؤالها إذ كنت رأي تليفزيون إذ كنت رأي تليفون وهذه الحاجة اللي نصح بها الأولياء دايما إباعدوا تليفون و تليفزيون يقدر يسلموا تليفزيون عنده وقت طبعا عنده من عامين تلت سنين تحدد له المدة عنده من عامين تلت سنين عنده أهو في النهار بش يشوفيها تليفزيون كيف عنده زو سوائح في النهار كلش بنيضم نظم كيكون عندك بروغرام تقدر تخرجو من هاد المشكلة أو الاثتراب اللي راهو فيه أو السلوك اللي راهو فيه ما إذا ما قدرتش تتحكم له في البرنامج دياله ما تقدرش تخرجو من السلوك هدايا وذوكا ولات بي كثرة والاثترابات أو الثترابات السلوكات الأطفال اللي ولات عدنا ذوكا جيني غالما هم تليفون بزاف يخلهم يشوفوا ليدي سعانيم في تليفون كل شي يديروا في تليفون دونك سيتوتا في نعمال كرح يتشوفوا بالإنسان أو جابد الروح وما بتسجيله ما يسمك شتقول إنسان أو ليدر متوحد جميل طيب هل اليوم المظاهر اللي يعيشها المجتمع وإن المجتمع أصبح مجتمع مظاهر تؤدي بالإنسان أو بالشباب تحديدا أنهم يصابون بالمرض الكذيبي طبعا ناس تشوف تشوف صحبتها باي فون بمواقع التواصل اجتماعي انستغرام حياة رفاهية فبالتالي تحب تعيش هذه الحياة اللي هي غير موجودة كان عدنا مناقشة ديجا لهذا الموضوع وهدرنا عليه بكثرة الانفليونسيز والانفليونسي بزاف بلي غيزو سوسيو طيب إنستغرام أنا نشوف بلي فلانا وعيش هذه الحياة الرفاهية ألوك هذه الحياة مزيفة ما كاين فيها واقع تكشفنا إنسان اللي عايش واقع أجمل مئة بالمئة بعدنا دي ويدي هذا اسمهم خبرات الحياة ما أنا إنسانا ما نقدرش شخصية ديالي شكلها حي تقمصها حي تتقمصها تليفون ليراني شدته نشوف لغيزو سوسيو ديالي دونك كيراني يدخل في لغيزو سوسيو ونحوص على فلانا راهو دير هكذا ولفلانا وعيش هكذا ثم أنا الشخصية ديالي راي تروح صح دونك هنا يثيق في النفس ديالي راي ميكاشها ما يولي ليجي أثر عليها أوبليطا سيتوتا في نور ما كيرا حتأثر طيب أعطينا أغرب حالة أو أغرب قصة وقفت عليها شخصيا واللي صح ماركات في رأسك طبعا كان قصص بزدف كون مجال ديالنا شوية فيها ما في قصص غريبة أعطينا قصص غريبة لازم تتعامل معها وما تجيكش قصص غريبة إيسان واحدة أخر تجي قصص غريبة ما أنا أطنك أخصائية نفسانية نستقبل أي حاجة بأرياحية ونقدر نكون إنسانة متفاهمة ونقدر نساعده لتقيقة الأخرى ولن نقتل الأخرى ما ندير ما فيه وصعي باش نقدر نساعد هذا الإنسان لهذاك الشخص جيني غالما لقيتها عند ما بين زوجين هي تحكي لك في حكاية ويحكي لك في حكاية دونك بعد ما درنا حصة علاجية مكثافة واش لقيناهم في زوج كذابين يدوي كذبوا في زوج عندهم مرض كذيبي اثيراب كنا هنا في هذه الحالة نحن علاجو الزوجة وحدها والزوج وحده وممتن سيبارينا بيناتهم 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 بزيف بس كهو ديجا عنده مرض كذيبي ويو عندها مرض كذيبي أثيرا لبعدهم في زوج بس ما هنا رح يتفاقم المرض ولا الإثيراب يادرى طبعا وسي كنفيدانسيا سيبور سي مقدرت جميل دي طيب نروحوا إلى نقطة أخرى ونقطة مهمة والتي هي كيفية التعامل مع المرضى ولا اللي عندهم مرض بيكذب هل عندهم معاملة خاصة هل لازم الإنسان يقولهم بلي راكم تكذبوا هل لازم الإنسان يحبسهم ولا يوقفهم عند حدهم كما قلوا بالعامية ولا يخليهم يعيشوا أتاوهم ومعد ما يصدقهم طبعا قلت لك أول حاجة إذا كان احترفنا المريض بلي راو عنده مشكل أو افتيراب هنا رح نقدر نساعده إذا كان ما احترفناش في هذا الحال رح نلجئ الموحد دياله الأسرة أو الأصدقاء الأسرة كيفش لازم دعم لها هنا رح يكون دعم نفسي دعم نفسي من طرف الأسرة كيفش رح نديره بأيكزمبل كي يهدر لي ولا يقول لي ولا يكذب عليها هذه القصة ولا على بل بلي أنا روي يكذب فيها هنا ينقسي أنا نحيله نخرجه من الواقع الاستهزاء يجيني غالما بزاف لي كي يشوف إنسان يكذب قدامه ولا يبدأ يستهزئ به هنا رح يكمل هدك الإنسان في الكذب دياله وبلا ما يحس الحاجة الثانية نحسه بلي هو روي إنسان كذب نعاود نخليه يكرر للقصة مرة أخرى بس كي يكرر القصة مرة أخرى هنا رح يدخل في إرتيبك ورح يبين لك بلي روي يكذب وبعد هنا نحسه بلي أكفقت له بلي روي يكذب هنا رح يحبس هذا السلوك كذلك لدينا عامل مهم له هنا نقوله خاصية الأخصاء النفساني هنا رح يكون عنده الدعم نفسي كفى شحي دي رح يخرج له المشاعر دياله للسلبية وممطار رح يخليه يعبر على كلش وشنه هي الحاجة اللي يتخليه يكذب بزاف ولا وشنه هو الاستمتاع دياله في هذ الكذب نخرجه لي بوان نيقات المهمة ليدفعه بشي يكذب ومبعد في هذه الحالة نقدره إحنا نقول له نبدل له المشاعر دياله المشاعر دياله الكذبية بالسلوكات الإيجابية جميل جدا طيب نقطة إضافية تحبين ضي فيها في هذا الموضوع ما قلت لها شو لم تطرقناش لها أهدرنا على الأسباب الأعراض الشخصيات هنا يا بركي تشوف واحد سيخطول الأولاد إذا شفت بالإنسان بدا يبدأ بلوتو الطفل بدا يكذب لك على الصغر في هذه الحالة لازم يتعالج بأقرب فرصة جلتما وصلنا سؤال في هذه الأثناء تقول لك بللي بليدي يكذب كما قدرت ما قدرتش نفهم الصح من اللي يكذب عاونوني تعيشو داك الحاجة الليقولاني هنا لازم نعرفه الانتوغاج دياله المحيد دياله علش هو يكذب اسكره هو يغير عنده غيرة في الدار اللي عنده بيانسوق اسكره عنده غيرة اسكره متعرض للأذى الجسادي اسكره عندهم واحد في الدار عنده مرض أو إثيراب نفسي أو عقلي هنا دايما في تشخيص الحالة نشوفه نديروا دراسة حالة نقدروا نعرفه الانتوغاج أو المحيد دياله ونراه لو كيمش نقدروا نجبده الخالة الرئيسي طبعا وطيب ما عندهش كطورة إلى غاية اللحظة طفل كما قلنا تقدر يتعالج يقدر يتعالج الطفل بصح إذا سكتوا عليه وخلاوة واستهزى وقال لك ما زال يكبروا ينحي هادسوا وكاتويتو أحتكبر معه بس كالشخصيات الإنسان تبدأ تكبر من الطفولة من سن المراهقة يبدأ يكون الطفل من سن الطفولة يبدأ يكون الشخصية دياله ومن بعد هنا يقولوا عنده إثثارة في الشخصية في هذه الحالة ما رح يكبر معها الإثثارة بما يقدرش نحيها للكبر طيب جنرال مول كده بيكون أكثر عند الأولاد للفتيات ولا ما كانش علاقة ما كانش علاقة ما كانش علاقة دراسات اللي دروها دراسات نفسية اللي دروها القابل في تنشئة الأسرية بكو بليس أنا أذكرت لك بزاف أسباب مبازي وتوجغل تنشئة الأسرية كان عندنا كسب التعاطف كان عندنا الخالة في مواد الكيميائية الديمغ كان عندنا كذلك خالة العصابي كان عندنا عاوم البيولوجية تنشئة الأسرية القابل 50-60% هي السبب الرئيسي الكذب المراضي جميل جدا طيب في الختام نحب نشكروك أستاذ حياة صبري على كل المعلومات المقدمة في هذا الصباح في هذا الموضوع تحديدا إن شاء الله نتلقى في أعداد أخرى في مواضيع أخرى وفي تفاصيل أكثر إن شاء الله يا ربي مرسي بك شكرا إذن عودة إلى بلاتو أشرق مورني ما زلنا هنا إلى غاية العاشرة إلا ربع بسم الله الرحمن الرحيم بعد الاستدعاد الجيدة للباكالوريا وباقي الامتحانات والتحذيرات المتنوعة الآن لم تبقى بيننا وبين الامتحانات إلا أيام معدودات وبالتالي لابد من التحذير لهذه اللحظة التي نتشوق إليها وهي بوابة للجامعة إن شاء الله هذه اللحظة هي كيف يمكنني أن أختار أحد المواضيع اختيارا سليما اختيارا صحيحا اختيارا موفقا بما يناسبني ويناسب مراجعاتي المتنوعة واهتماماتي المتنوعة كل التلاميذ اطلعوا على النماذج المتنوعة وعرفوا طبيعة الموضوع تركيبة الموضوع كيف يمكنني أن أتناول الموضوع لأن النماذج القديمة والسابقة هي نفسها بناء الامتحان هو امتحان وبناء رسمي الآن كيف يمكنني أن أختار الاختيار يتركز أولا على حسن القراءة وحسن الاطلاع على الموضوع أقرأ الموضوع جيدا هذه القراءة لها تقنية تساعدني على القرار النهائي وهي طريقة التعرف على الكلمات المفتاحية التلميذ يشرح في قراءة الموضوع يحسن به استعمال قلم الرصاص كيف؟ أنا أقرأ وأكتب أي ملاحظة أول جملة نقرأها أول سؤال أول استفسار نكتب كلمة مفتاحية تعليق بسيط ملاحظاتي الخاصة بشكل بنائي بشكل بنائي وأنا أقرأ بتركيز الموضوع الأول ثم أنتقل بنفس الطريقة التعليق على كل سؤال التعليق على كل موضوع ليست الإجابة إنما التعليقات يسمون الكلمات المفتاحية بعدما نقرأ الموضوع الأول وأدبيجه وأهمشه بجملة من الملاحظات العشوائية ملاحظات البسيطة لكن في صلب الموضوع أنتقل إلى الموضوع الثاني بنفس الطريقة هنا يظهر لي الفرق بين الموضوعين بالنسبة لي ما هي إمكانيتي في الموضوع الأول وما هي إمكانيتي في الموضوع الثاني ما هي قدراتي في الموضوع الأول ما هي قدراتي في الموضوع الثاني من خلال الكلمات المفتاحية ولا حرج أن أقرأ الموضوع مرة ثانية فالوقت كافي لهذا الإدارة الرسمية والمؤوزار التربية أعطت لنا مدة زمانية كافية للقراءة فقط تصل لمدة ساعة أنا ممكن في ربع ساعة الأولى نسب ساعة الأولى إن كون الموضوع قد أحط به ما فائدة الكلمة المفتاحية؟ الكلمة المفتاحية لعلها أحيان وننقر السؤال أتذكر مثلا إذا كانت موضع أدبي أتذكر اسم الشاعر أتذكر اسم المؤرخ أتذكر النظرية أتذكر القاعدة فأعلق مجموعة التعليقات مجموعة الكلمة المفتاحية هي التي أوازن بها الموضوعين أتوكل على الله وأختار أحد الموضوعين إذا شرعت في عملية الإجابة وعملية البناء من خلال المسودة لا بأس أن أركز بعد التمرين الأول والتمرين الثاني ونبدأ دائما كما ذكر الأساتذة سابقا في كل الملاحظات في كل التوجيهات أبدأ بالأسئلة السهلة وأنا أعرفها سابقا تمارين تمرين الأول أو الثاني أو الثالث سؤال الأول أو الثاني والثالث أعرف تركيبة الامتحانات أعرف سلم وطبيعة الامتحانات وعليه يمكن أن أتوجه مباشرة إلى السؤال أو التمرين السهل والبسيط الذي عادة ما يكون كمدخل كمقبلات تفتح الشهية لمعالجة باقي المواضع وهكذا العملية تسلسلية ويمكن أن بعد التمرين الأول أو بعد التمرين الثاني يمكن أن أخذ نفسا واستراحة بسيطة لدقائق دقيقتين ثلاثة أربعة حتى أركز هل أستمر أملع لا حرج في هذا أن أطرح السؤال على نفسي التمرين الأول والثاني ثم أراجع الكلمات المفتاحية هذا لي أن تدخل في إنهاء الموضوع كله ثم تعيد القرار من جديد هنا قد يكون القرار صعب لا أقول مستحيل لا يوجد شيء مستحيل أنت سيد نفسك في هذه اللحظة لكن لا تتسرع خوض مراجعة جديدة هل أستمر بعدما تعرفت على التمرين الأول والثاني وعرفت الكلمات المفتاحية فإذا نركز موضوعنا هو الكلمة فإذا أنت حماهية هي مفاتيح الإجابة هل أملكوا مفاتيح الإجابة لكل المواضع؟ هل أملكوا الطريق لكل التمرين؟ هل أملكوا البوابة التي أعالج بها كل سؤال؟ هذا هو الذي يساعدني وهذه هي الأدات التي تؤهلني أن أدير الموضوع أن أدير الوقت أن أسير الحصة التي سوف إن شاء الله تكون بوابة نجاحي بوابة حصولي على أعلى المراتب خاصة أنني راجعت مع الزمالة راجعت مع الأساتذة تعرفت على المواضيع النموذجية شفت الطرائق حتى الأجيب النموذجية السابقة أعرفها واطلعت عليها وهي متاحة في النت كل هذا سوف يؤهلني إن شاء الله لأن أكون موفقا لأن أكون في إجابة متميزة بعيدا عن القلق بعيدا عن الحرج في حالة ما إذا دخلت في إيرباك دخلت في قلق معين في أثناء الاختيار هنا أضع الورقة أخذ نفس أستغفر لحرج أدعو بدعاء ما ثم نستأنف من جديد بعد دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث دقائق أستأنف من جديد حتى يزول علي هذا الوهم لأن الإنسان يعيش أوهام يعيش تخيلات خاصة من ليس له ثقة كافية في خبراته وفي تجرباته هنا أعيد من جديد لم الموضوع أعيد من جديد دراسة حالتي النفسية ثم أستأنف بنفس الطريقة بنفس المنهجية شكرا جزيلا وفقنا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية متجددة لكم مشاهدنا الكرام ولما كنت داخل أو خارج الوطن مرحبا بكم ما زلنا هنا إلى غاية العاشرة إلا الربع بمواضعنا المختارة لنهار اليوم كما مدينا للطربية والتعليم حيز كبير في برنامجنا وإحنا مرافقين كل طلبة شهادة الباكالورية أكيد السياحة حاضرة في بلطو أشروق مورني وعندها حيز أكبر لأنه رأنا مقبلين على موسم سياحي بامتياز وموسم الاستياف فقرب رغم أنه كان شوية بلودة شوية اشتياه ولكن الصفرة جاي ما تقلقوش مشاهدين الكرام باش نتعرفوا على أبرز المناطق اللي ننصحكم تروحولها في هذا الصيف رب حاضر معانا عبد الرحمن عيسات وهو مسوق وصانع لمحتوى سياحي على مواقع التواصل الاجتماعي من طوش عليهم كله مرحبا بك عبد الرحمن استضافة لأخي يوسف شكرا لك وشكرا على قبول دعوتنا شكرا لكم الأكيد أنه كما قلت في بداية البرنامج أنه موسم سياحي رهجي أنتم كصناع محتوى ومسوقي للسياحة الداخلي عندكم مهمة كبيرة مسؤولية على عاطقكم حتى ولو كان مش ربما مسؤولية رسمية ولا مكلفين بها ولكن تحبوا المجال فبالتالي تحسوا لازم تزوروا كل منطقة في الجزائر تسوقوا لأي نقطة في الجزائر أليس كذلك؟ هذا نحب نسمي روحي فاعل في قطعة السياحة أو ناشط سياحي نحب نسمي روحي صانع محتوى أو شيء عندي دراية وعندي اهتمام كبير بصناعة المحتوى السياحي لكن فضل أني نكون ناشط سياحي طيب وش الفرق بين صانع محتوى سياحي مسؤولة سياحي وناشط في المجال السياحي؟ ناشط في المجال السياحي يعني أنك تلمب كل مجال السياحة من صناعة محتوى وتكون سائح وتكون فاعل في سياحة يعني تكون تمد حاجة لتقدر تعاون بها السياحة في كل مجال طيب وش تمد مواقع التواصل الاجتماعي لسياح الأجانب والسياحة الجزائرية؟ يعني أن نشاهد مؤخراً مواقع التواصل الاجتماعي أعطا تدافع كبير للسياحة الداخلية خاصة بعد الأزمة التي أديناها من 2019 حتى آخر 2028 مواقع التواصل الاجتماعي مدت دافع كبير يعني عرفت الناس بالسياحة الداخلية خاصة خاصة شاب الجزائري والآن سيتعرف للأجانب لأنه كان إقبال كبير على الجزائر مؤخراً نشاهده مثل على التلفزيون على مواقع التواصل الاجتماعي نشاهده إقبال كبير من أجانب الجزائر جميل جداً طيب رأنا مقبليين على موسم سياحي كما قلت في البداية أعطينا بعض مناطق اللي تنصح بها الناس يروحوا يديروا فيها الكومبينغ واللي هو التخيين يعني مقدش نعطيك مناطق معينة هكذا يعني كما نعرفه عن الجزائر أنها بلد قارة يعني كبيرة كل موسم عنده نوع من السياحة خاص يعني كما نقول موسم السياحة السحراوية يعني اللي رح ينتهي هذه الأيام رح نبدأ في موسم الاستياف يعني لو تحدثنا عن التخييم التخييم صالح لكل المواسم يعني لو كان نبدأ بالصحراء يعني الصحراء معروفة في الجزائر أنه فقط توجد يعني رحالة تخييمية وكل شي أما بالنسبة للفصل الصيف يعني هو أعتقد أنه أحسن فترة للتخييم فصل الصيف يعني مع أنه عندنا 1200 كم ساحلي غابات وشواطئ عضراء وكل شي الشباب يفضل تخييم في هذه الفترة ولكن أيضا ما نقولوش أنه فقط المناطق الساحلية اللي يتصلح للتخييم حتى المناطق الداخلية الجبال الداخلية فيها مناظر جميلة فيها مناطق أكثر من رائعة نقدروا نخيموا فيها أليس كذلك؟ نعم نحن تحدثنا على الموسين استياف حكيت لك على البحر البحر والشريط الساحلي أما التخييم في الأساس سيكون في الغابات وفي الجبال وفي الأخر يعني هذه الفترة يعني ممتازة جدا للتخييم يعني حرارة متدلة مع شوية اشتاة مع شوية الأخر يعني المناطق اللي نقدر ننصح بها في التخييم في الأخر عندنا غابات عندنا لبارك ناسيونو مثلا نجبدو غير هنا بارك مشي بعيدة على العاصمة عندنا بليدة أطلس البولايدي غني على التعريف نروح شوية للشمال نحن تبدأ سلسلة جبال جرجرة معروفة بالجبال ديالها جبال الدخيم وكل شيء لهو النقي ديالها أكيد وقس على ذلك نروح ندخل وستيجل جاية جيجل نبدأ ندخل للجنوب باتنا خنشلة وكل شيء هذه كل المناطق تصلح للدخيم جميل جدا طيب ماذا بينا تعطينا نقاط في الغرب أيضا باش الناس اللي رأيت شوفينا ما تزعفش علينا الغرب نعم الغرب نحبه صراحة نحبه في الصيف يعني شوائط على الغرب ما من ناس الغرب ناس مرحبانين ناس زيونين ما شاء الله ناس كهرامة الغرب نحب تلمسان وشاطئ بربيجاني مؤخرا در ضجة كبيرة في مواقع التواصل وإقبال كبير عليهم من طرف شباب يعني الكثير من المجموعات شفتها متوجهة هذه الأسبوع إن شاء الله شاء الله تساعدهم من الأحوال الجوية ما يروحوش ويلقوا البحر مهولوا كل شيء وهرانتها كفية متاذب عندها كما يقولوا شواطئ جميلة وعدراء وغابة يعني ما قدرش نقول فيها غابات كبيرة لكن فيها غابة المسيلة هذي تصلح للناس الغرب يروحوا يديروا فيها بني حوى يعني لو كان نبدأوا منها مشلف نبدأوها منها من الجزائر تيبازا يعني عقدة بفميزة عفوشيني من مارك الغرب يقلك ونبدأ ندخله في الآخر يعني لو كان نبدأ نحكي لك على الغابات والأماكن ما يكفي نش يعني 24 ساعة حصة 24 ساعة طيب نروحوا ربما في ظل التقالبات الجوية اللي تشهدها الجزائر مؤخرا هل هذا الجو يصلح إلى تخييم في الجبال ولا ما تحبذش أنه الإنسان يروح في هذه الأيام تحديدا يعني أنا ننصح ننصح الجو يساعد شباب ولا لا نعم يساعد لكن باتباع بعض النصائح من ناس اللي من قلش خبراء يعني الناس اللي عندها تجربة وكل شي في هذا المجال يعني فقط طيب وشنه أبرز النصائح اللي يتقدمه أنتك إنسان فاعل في السياحة بالنسبة للشباب اللي يحبوا يخيموا في هذه الأيام في ظل تساقط الأمطار وزخات الأمطار على مختلف مناطق الوطن أنصحهم لقدم لهم إرشادات على الأقل يستفادوا منها خاصة أنه شباب حتى والذي تقول لهم ما تخرجوش فالأكيد أنه يحبوا المغامرة أكيد يعني المغامرة يعني كما يقولوا لازم يكون فيها شوية شوية هذاك نقولوش نسبات على خطر يعني فيها نسبات على سيسبانس قلنا مغامرة مش مخاطرة نعم أكيد حبيتنا نبين في هدف حبيتنا نوضح يعني الفرق بين المغامرة وأنه خاطرة المغامرة أنك تروح يعني تروح ويكون عندك نسبة قليلة من ممكن كما يقولوا إحنا تتمرمد طحي لكشتات تشماخ هذي كنسميها مغامرة وأنك ترمي نفسك لتهلك هذاك شيء آخر يعني ننصح الشباب المتوجهين الآن للغابات وكل شيء يعرفوا يخيروا الأماكن اللي يخيموا فيها الأماكن اللي يمشوا فيها يبتعطوا كل كل بعد المجاري المائية خاصة النوديان يعني الواد ما تعرفش في أي في أي لحظة في أي لحظة يحمل في أي لحظة يقدر يدير كارثة يبتعدوا عن الأشجار يشوفوا منطقة مفتوحة يعني بش يخيموا فيها يكيش على النار يكون بعيد على الأشدار يكون بعيد على الأعشاب خاصة المقبيلين على فصل الصيف يعني الأعشاب تبدأ تي بس ولكن هذه الأيام فيه أمطار لكن قانونيا موسم منع إشعال النار في الغابات بدأ من واحد جوان حتى ولو اشتاك هنا يعني يعني في تيوها كاريم يعني كان مصالح الغابات رأي صهران على هذا الأمر يعني موسم منع إشعال النار في الغابات رأيه بدأ يعني ممكة رأي كي نشتاو في نسبة ضئيلة أنه يكون فيها حريق لكن نتفادوا يعني فادوا باش من نمدوش يعني ينماش للناس اللي متعرفش نسلي متحورة لأن نشوفهم في الغابات في الخرجات الميدانية تشعل النار وينجات ترمي الأوساخ يعني شي مؤسف للأسف الشديد صح جميل جدا أيضا بالنسبة للناس اللي حبوا يديو كبار السن ولا اللي عندهم أمراض مزمنة معهم للتخيم هل تنصحهم في هذه الأيام دائما نقول في ظل التقالبات الجوية أنهم يطلعوهم معهم للجبال ولا لا لا نعم دائما تنصحهم دائما ننصح أي واحد يعني في كل الفئات العمرية أخر تشوف تمتع ما هو نقي فاهمني يعني 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 فقط يعني اختيار الأماكن اللي تكون تساعدهم تكون قريبة للمدينة يعني واحد كبير ممكن يكون يمر بأزمة صحية أو شي ممكن في الليك شما يسرالوا ولا يتقلق ولا يطلعوا لتنصيهم بطلعوا السكر هذه الأمور هذه تقدر تحدث يعني ينصحهم يخرجوا لكن في أماكن قرب وتكون فيها تغطية هاتفية نعم طيب أيضا بالنسبة للناس اللي نشوفوهم في هذه الأيام ركوب الأمواج بدأ نشوفوا بعض الفيديوهات راهي تسوق لهذا ونشطين في المجد على موقع تواصل الاجتماعي رهما يروجوا لهذا الشيء هل تنصح هذه الأيام أيضا بركوب الأمواج ولا لا لا لست مختص بالسيحة البحرية وكل شيء لكن راني نشوفو عندي أصدقاء عندهم نوادي ركوب أمواج وكل شيء هم على دياراية بالأحوال الطقس وكل شيء يعني يتوجهوا لهم يعطوهم نصائح وكل ضروري يخطو نصائح قبل ركوب الأمواج وقبل المشاركة في هذه الرياضة تحديدا نعم جميل جدا نرجع إلى رياضة التخييم ولا صعود الجبال طيب مدى بنا نتعرفه على وش لازم على الإنسان لما يحب يخيم يكون حاضر معاه الحاجات الأساسية اللي لازم يديها الحاجات الأساسية يعني أول حاجة هي أنك تحب وشرك الدير تحب هذا كل نشاط يعني لبالك شوح الدير لأنك راح تمانس نشاط راح توجد له دهنيا أول شيء ومبعد نروحوا للكوتي تاعة الماتريال بزاف ناس نشوفوهم مام على مواقع التواصل الاجتماعي كما يقولون الزينيور بزاف يتجهلوا كتير الجانب الجانب بتاع الماتريال أو الهندام ما كنتشوفو اليوم يوم ما نجيتكم بهندام يعني خاص بالمشي خاص بالآخر عنده الخصائص تاهم عنده كما يقولون وش يتميز يتميز بالخفة أول شيء يعني الخفة الراحة يعني ترتاح فيه وثانيك صالح لكل كما يقولون كل التقالوبات الجوية يعني في الطحي لكشتاي ينشوف ربيد مام حاشك تعرق ولا عفسة مرحش مرحش تديرونجة منه فكف أهمني ثم اللباس كتير كتير مهم كتير مهم خاصة في خاصة في فصل الشتاء طيب بالنسبة للمواد ولمعدات اللي لازم يديهم معاه ماذا بينا نتعرفوا لأنه ما جيتش وحدك جيت ما جيتش بيديك فارغا نجيبت مع كل المعدات يعني مش كل المعدات لكن المعدات الأساسية فقط الواحد مبتدئ يعني اللي يحتاجها يعنينا نشوفه خيمة نشوفه الفرن كيندخل مطلعوا كيس النوم هذه هي الأمور الأساسية اللي يحتاجها الشاب كي يحبي توجه للغابة أو الشاطئ باش يخيم هذه المواد الأساسية هذه الأساسية بازيك يعني لازم تكون عنده يكون عنده طيب نطلب من المخرج إذا كان إمكان أنه نلتحق بالخيمة اللي جبتها لنا معاك باش نروح نشوفه هوئيك تفضل معنا باش نتعرفه على كل شيء جبت هنا في هذا الآثناء يلا هذه الخيمة هذه الخيمة معروفة يعني هذا الآخر من كما يقولون المميزة التحاء أنها تكون تمنع دخول المياه يعني لو كان كما ذكرنا في الشتاء تبات فيها آلاز بالنسبة للرياح هذه بالنسبة للرياح هذه تحتمل حتى الستين كيلو متر في الساعة جميل نعم نروح للتاني أهم شيء يلا وهو المطلع هذا المطلع ليقدر واحد يرقد عليه آلاز فقط ترجع منه من أجل الصورة يكون فضل ايه المطلع ثانيك وتاني شيء إسم نوم على حسب درجة الحرارة على حسب هذا صيفي يعني 20 درجة مئوية هدف يصلح لهذه الأيام أهم شيء ننصح به ولازم يكون علبة الإسعافات الأولية اللي لازم تكون حاضرة يعني قبل كل شيء لازم تكون عندك حاضرة ضرورية ضرورية جدا وآخر شيء وأهم اللمب اللي لازم تكون حاضرة اللي لازم تكون حاضرة معاك في الليل هادي أو طيب هادو مالي لمب هادو واشوفهم داي من عند شباب شحال يشدون أعطاني في يدي شحال يشدوه من الوقت كيم بزاف الشباب يغلطوا في اختيار المصابيح يعني أنا نصح كل يوم يعني ومام الخبراء كنت تدير البحوث في الانترنت كل ينصحوا باختيار بضيلة لgom貸 مش ماهر يشارجان نون ماتحب في رجل تديهم معك لازم تديهم معي شيخ خفيفة وحاجة الاخر يعني توجو يجب يكونوا عندك في الاخر أه بتانيك ما بريش حطيت هذه الحداء يعني تنوية فقط ينصح بحذاء طويل نقول لكم ماذا الحذاء الطويل هذا يصلح في المشي يعني نحن نمشي في انتيران اكسيدونتي يعني من البدنشوران نعفسه خاصة في الليل تقدر تعثر دور رجلك هذا يحميل يتمزيز بالصلوبة بالصلوبة يعني بيحصل تقيس رجلك حجرة يعني ما يصلك يعني الحذاء كثير مهم يعني كينا متاجر مختصة الآن يعني الحمد لله فتحة بارتو في الجزائر تنصح تدخل عنده وتنصح تعطيك العتاد اللازم اللي تحتاجه جميل بالاضافة الى الحذاء وش لازم يخدم معاه اللي راح يروح هذا وشنو هذا هو الصح هذا هو الصح هذا الحاجة الماكلة هذا عتاد خاص بالماكلة يعني في فصل الشتاء يعني قدر انطيبه في تعطيه لي فقط من فضلك نعم هذا عتاد خاص بالاكل فيه كل شيء كيمما راكم تشوفوا نعم فيها هذه طيب فيها طيب فيها حتي ولا تسخن فيها الماء والباقي كما اسموهم هنا الكثال آه هذه ضرورية جدا نعم تديها معك لأنه كان شباب بزاف يقول لك تنفضل اني ندي معايا كولات جاهزة أو باردة كل واحد كل واحد وش يحب لكن الغابة وش تحب شار متاع الغابات طيب كما يقولون المرمطة هكذا نقول المرمطة طيب هذيك حاجة أيضا كان حاجة خفيفة كما نحن عادة طيب وشكتوكة أفسالي طيب راب يدمون روز ولا أفسالي طيب 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 الإضافة إلى هذ المعدات وش لازم نكرسي شفنا أيضا نوعية هذو المعدات تانوية يعني تقدر تستغن عليها أنا أكدت على المعدات الأساسية اللي تحتاجها كتير والي راح تسهل عليك تسهل عليك التخيم نعم كاس قارورة الماء ربما أيضا قارورة الماء الموقد هذا يعني راح يستغن مستعمل الموقد هذا راح يستغن على النار يعني احنا راح يدخلين على راسيزون تعملها يشعل نيران هذي الموقد اللي فيك أصغير وفي قرعة وآمن أيضا وآمن هذي مان كدبشها اللي يكون لغير عندي ها مزيدة ونستعمل فيها تشدلك يعني على حسب المدة اللي تستعملها يعني في التخيم ما راحش ما راحش طيب بزاف ممكن راح تدي مأكولة جاهزة وكي تلحق لآخر يلحاجة خفيفة ممكن جيب في كثير من الأحيان جيب مشاوي يعني شباب جزائري يعني لاحظتهم بزاف كنت لقافيهم في الغالب يحبوا الباربيكيو ثم الباربيكيو يجيب إنسنا بالأحطب ما يحتاجش بزاف هذه تحتاجها قلت لك آآ خفيفة ويتسخن بها كهوة وكل شيء خفه الصباح طيب هذ الشيء وشن هو؟ هذا يكستيم بل بل بالعربية اوشنو؟ يلا نشوفوها هذه نيخ بالا هذي تقدر تحفر بهالا تستعملها أعطي فقط نعم. هذه تقدر. يالله مدامينا تورينا كيفش نخدمه بها. هذه الاستعمالات اليومية في الجبل تقدر تحفر بها تقدر تحفر بها. هذه هادة المنستعملها كي نحفر الحفرات عن النار. طيب هذة المعدات اللي جبناهم اليوم هما فقط لعامة الناس. بازيك. عامة الناس. كان مواد اخرى. كان مواد اخرى يعني لحسب النشاط المحترفين. عسب النشاط اللي راح تمارسوه. يعني كي نضك نطيق مثال. كي الناس اللي يدير الترك. الترك اللي هو يرفض دوزانه. وراه يمشي. خمتنين. يخده نسير كيف الغابة وراه يمشي. يطيح عليها الليل. يباد. يخيم. معندوش وجه محدد. ومعندوش وقت. ها وعندوش وقت. وهذا لازم يكون المطرييل التاعش هي سبيسيال. يكون ثقيل المطرييل العادلة اخف. اخف. يعني راح يحمله على ظهره. يكون المطرييل اخف. يعني لطونت ممكن ما تكونش هذي تكون اقل. راح يستغنى على كتير من الاشياء. هستغنى على الكورسي. راح يستغنى ممكن على. ما يستغناش غير على تعالى اكل. هذك هي الصحة. اذك هي الضررية. هذك هي الضررية نعم. وش نقول لك تانيك. يعني كين مطرييل سبيسيال لهذا النوع من النشاط. وكان يعني ماتريال آخر خاص بالتخيم في التلج يعني راح يكون مختلف كتير يعني تختلف المواد من فصل إلى آخر من فصل إلى فصل على الحساب الحساب طيب شكرا لك عبد الرحمن وشكرا على كل المعلومات المقدمة وشكرا على هذا المواد اللي جبتهمنا لنهار اليوم شكرا لك